الطاقة العامة لك برج الحمل أنت في طاقة في وقت نجاحات ربما تعمل أعمال كثيرة وأنت مشغول في هذه الفترة وتحقق إنجازات في هذه الأعمال أعمال أي أن كان أعمال إبداعية أعمال فنية أعمال تجارية إذن أنت في هذه الفترة محقق نجاح كبير في أعملك أي أن كان عملك أو أنت الآن في وقت صمت وتشعر بأنك مسيطر على نفسك وعلى موقفك وأنك تملك زمام الأمور في هذه العلاقة أو أنك أنت في وضع اختيار بين شخصين أنت ترى الحبيب بأنه إنسان جريء وواضح وكلامه على لسانه وهو قد مر في تجارب كثيرة وأشياء كثيرة جعلته يتصرف بطريقة قوية نوعاً ما ربما جرحك في الكلام أو قال لك كلام ذايقك وأنت الآن مسيطر على نفسك ولا تريد أن تتكلم مع هذا الشخص أو ربما ترى بأن هذا الوقت غير مناسب لأن تبدأ علاقة عاطفية أو تكون مع أي شخص آخر لأنك مهتم بنجاحك وإبداعاتك وهذا الشخص احتمال بأن يكون هذا الشخص أنت وهو على علاقة منذ فترة وقد فاض به الكيل انتظرك كثيراً لأنك أنت منشغل عنه كثيراً وهو الآن قد فاض به الكيل وقال لك كلاماً جارح أزعجك وجعلك تأخذ موقفاً وتهتم بنجاحك هذا الحبيب هذا الشخص هو إنسان يعجبك جداً هو في غير الجمال والروعة وجذاب وملفت للأنظار وكل من حوله يعتبره إنسان نجح فهذا الإنسان يحقق أيضاً طموحات ونجاحات في حياته في هذه الفترة هو إنسان عملي جداً ولا يحب أن يضيع وقت فأنت وهو في وقت نجاحات واهتمام بالأعمال هذا الشخص أيضاً إنسان روحاني جداً هو بالمناسبة هذه الأبراج السرطان وهذا العذراء العذراء هذا الشخص هذا إنسان روحاني جداً لا يأخذ أي قرار وعاقل جداً إلا بعد دراسة طويلة وعميقة لهذا الأمر ربما هو في وقت اتخاذ قرار وفي وقت وقف مع النفس ومحاسبة النفس هو متخذ قرار ما بحق هذه العلاقة وهو يحاسب نفسه ويراجع نفسه هذه الفترة وهو مبتعد عنك قليلاً في هذه الفترة أنتما وهو مبتعدان أنت مهتم بأعمالك وهو مهتم بأعماله وهناك بعد بينكما أجل هناك شجار وخصام قد حصلت معارك كثيرة بينكما ربما بسبب خلافات عائلية ربما بسبب تصارع على موقع معين أو موضوع معين أو بسبب غيرة شديدة بينكما ولكنه هو شديد الحب إليك يحبك لدرجة كبيرة هذا الشخص هو الحبيب هو إنسان عاقل جداً ومتزم ويحب بطريقة منطقية وعقل وقلب مع بعض بطريقة عقلية وقلبية لا يبالغ في أي أمر وصاحب قرارات وشجاع في إبداء رأيه طاقاتك العامة لهذه القراءة أنت في وضع انتظار أنت في وقت انتظار لعلك قد وضعت أموال أو وضعت في هذه العلاقة جهداً كبير وأنت الآن تنتظر ما هي نتيجة هذه العلاقة ربما أعطيت لهذا الحبيب عواطف ومشاعر وأموال واستعداداً منك بأن تكون في علاقة دائمة مع هذا الشخص ولكن أنت الآن بموقف حيرة وترقب وانتظار هناك بعد كما قلت وأنت تنتظر منه ما هي ردة فعله ماذا يريد أن يتصرف ما هو ما يريد أن يعمل وهذه الطاقة ظهرت لأن هذا الشخص متباعد قليلاً ومتربت متباعد قليلاً وهو يحاسب نفسه الآن في وقفة مع النفس على كل شيء ربما لكي يأخذ قرار لأنه حصل بينكما معارك كثيرة وهو لكن هذا الشخص إنسان جداً عقلاني لا يريد أن يتخذ أي قرار قبل أن يدرسه جيداً الأبراج الباقية العذراء الميزان العقرب طاقة الحبيب في هذه الفترة هو في وقت نجاحات وتوفيق في المال هو موثق من عند الله في هذه الفترة في أمواله وفي أعماله وهو في حالة مادية جداً جيدة ويحقق نجاحات كثيرة أو ربما أنت هنا تنتظر أموال من هذا الشخص لعل هذا الشخص هو تبني آمال ربما أنت تبني آمال كبيرة على هذا الشخص لأن الله موفقه وأنت تعلم بأن الله موفقه وربما تنتظر منه أموال أو ربما أنت في الماضي أقردته وأعطيته أموال وأنت الآن تنتظره لأنه الآن في وقت نجاحات وحالة مادية جيدة هذه أكثر من احتمال خذوا ما يناسبكم أصدقائي ليس بالضرورة أن تنطبق جميع الكلام الذي أقوله على كل شخص ذلك خذوا ما يناسبكم طاقتك بالنسبة للحبيب أنت تحب هذا الحبيب بطريقة كبيرة أنت تفيض مشاعرك باتجاهه ويعجبك بشكل كبير لأنه إنسان جدا يظهر في الطاقة العامة بأنه إنسان جدا لطيف وجدا طيب ورحاني وإنسان عاقل بشكل كبير فهو أيضا جدا يحبك هذا الشخص ولكن حبه لك بطريقة عقلية وأنت وهو كما يظهر في هذه الكروت أنت وهو تحبان بعضكما بطريقة عاقلة وليست بطريقة متهورة حب بالقلب وبالعقل فأنت تراه الشخص المناسب وجميل بالطاقة العامة وهو يراك أيضا مشاعر الحبيب بالنسبة لك هو يشعر بأنك ممكن أنك متسلط نوعا ما لأنه ظهرت لي في الطاقة العامة أيضا بأنك متسلط ممكن نوعا ما على هذا الشخص أو بأنك لم تعطي هذا الشخص حقه بأموالك أو في أي شيء طلبه منك أو لم تنصفه بحق أولاده هو يطلب منك العدل وهو يطلب منك الالتزام الالتزام معه بهذه العلاقة وإنصافه وهو يطلب منك ربما أن تختار بينه وبين شخص آخر لعل هذا الشخص يشعر بأنك في علاقة ثلاثية مع شخص آخر أو أن الطرف الآخر هو بعلاقة ثلاثية ويشعر بأنه في موقع حيرة بين شخصين ربما أنت ربما هو والأرجح أنت من ظهر في هذه الطاقة لأنك محتار بين شخصين وهنا ظهر لي بأنه يوجد خلافات بينكم وهو المتباعد احتمال بأن الطرف الثاني يكون من ناحيتك أقول احتمال أعكس القراءة إذا كانت عكسية لو سمحتم هو يراك في غاية الجمال يراك الأم إذا كنت أنت أنثى طبعا الزوج المثالي الأم الحنون العقل الحكمة الأنوثة الجمال يرى كل شيء جميل بك هذا الحبيب يراك أنت الزوج المثالي الذي يتمنى أن تكون بجانبه ولا يشعر بأن هناك أفضل منك في هذا القول فأنت تظهر فهو يراك في كارت الإمبراطور وهو أكبر أهم كروت التاروت نوايا الحبيب في هذه الفترة هو ينوي على أخذ اختيار على أخذ قرار ينوي على اختيار هذا الشخص ربما أنت كما قلت في وضع اختيار أو ربما في أنت في الطاقة العامة وربما أنت تطلب منه اختيار لهذا الشخص أو ربما هو سيختار إما الابتعاد عنك وإما أن يبقى معك في علاقة ثلاثية إذن الحبيب ينوي على الاختيار وينوي على الابتعاد يختار هو سيختار الابتعاد ولكنه سيبقى متمسك بك لن يتخلى عنك هذا الابتعاد الابتعاد لوقت قصير هو سيدير ظهره ويمشي في أعماله ويكمل نجاحاته وحياته ولكن سيبقى متمسك هذا الابتعاد هو ابتعاد وقتي لفترة قصيرة هو سيتخذ هذا القرار في هذه الفترة هذه القراءة أنا أعطيها عشرة أيام ولكن احتمال بأن هذه القراءات تمتد لأكثر من هذه الفترة فخذوا ما يناسبكم احتمال بعد فترة تروا بأن هذه القراءة انطبقت عليكم بعد عشرين يوم أو شهر فخذوا من هذه القراءة ما يناسبكم للوقت هذا والوقت القادم فأنا أنا لا أعمل اختر كرت لكل برج من الأبراج لأكثر أكثر من اختيار لكل برج من الأبراج لأن هذا صعب بالنسبة لي لأن كثيرون من برج الحمل ومن الأبراج الأخرى لا تنطبق عليهم القراءة هذه القراءة التي أقرأها لأن موليد برج الحمل وكل أبراج كثيرون جدا ومستحيل أن تنطبق هذه القراءة إلا على أشخاص قليلون جدا فأنا أحاول أن أعمل ثلاث قراءات في الشهر لعل جميع الطاقات منكم تصلني في هذه الفترة وأستطيع أن أعمل قدر المستطاع خطوته القادمة هي التواصل معك بالروح لا ينوي بصراحة أن يقوم على أي عمل في هذه الفترة هو ينوي الابتعاد وهذه الطاقة كما قلت هي طاقة متجددة ربما بعد شهر ربما بعد شهري ربما بعد 15 يوما ستتغير هذه الطاقة إذن في هذه الفترة لا ينوي هذا الشخص على أن يفعل شيئا سوى التواصل معك بالروح ومراقبتك عن بعد والاستعلام عن أخبارك هذه مصير العلاقة خلال هذه الفترة هذه العلاقة في هذه الفترة لا يوجد منها أمل بصراحة أقول هذه الورقة تدل على هذه الفترة لا يوجد منها أمل في هذه الفترة قلت ربما تتغير هذه الطاقة في الفترة القادمة هناك تغييرات ستحصل مفاجئة عليكم أنتم الاثنين ستكون ستقردان بناء عليها ماذا تريدان نصيحتك لهذه القراءة تقول لك هذه البطاقة اقبل القدر والتغيرات فهذا أمر من عند الله إذا كانت هذه العلاقة موفقة أو من عند الله مكتوب لها أن تستمر فأنها ستستمر على كافة الأحوال أنت من الواجب عليك أن تتقبل هذه التغيرات هناك تغيرات قادمة إليك وأنت من الواجب عليك أن تتقبل هذه التغيرات لأن هذه التغييرات هي مصير لك وقدر ولا تنصحك هذه الأوراق أن تخالف القدر ولكن أوراق رومانس أنجل تقول لك هنا تراجع حان الوقت لقطع الاتصال وهذه الكروت تدل على هذا بأن هذا الوقت هو وقت الانفصال ربما أنت وهذا الشخص كما قلت تحبين بعضكما لدرجة كبيرة وبطريقة عقلانية جدا ولكن الظروف بهذه الفترة لا تسمح لكما بالاستمرار لعلكما تعطلتم لخناقة كبيرة لشجار كبير وهذه الفترة قلوبكم مليئة بالغضب ربما بعد فترة ستتحسن الأمور وتتغير الطاقة لكم وليكن عندكم أمل لأن هذه البطاقة أيضا تقول بأن الموقف سيتحسن فربما بعد فترة أنا أرى بأن الحب سيتغلب والعقل سيتغلب على كل شيء انتظروا في هذه الفترة تقبلوا القدر ولا تعاندوا القدر ولا تحاولوا أن إذا اتخذ قرار هذا الشخص بالابتعاد التزم الصمت وتقبل القدر هذه نصيحتك لا تحاول أن تعارض وتقول له لماذا وتتصل به لا إلزم الصمت وتقبل هذا التغيير ولكن الموقف بعد فترة بإذن الله سيتحسن تقول لك هذه النصيحة أخرج إلى الطبيعة فأنت بحاجة إلى الهدوء وتجديد الطاقة لعلك إذا جددت الطاقة ستنسى قليلا في هذه الفترة وتبتعد عن هذا الشخص شكرا لكم موليد الحمل على هذه القراءة وأرجو أن أراكم في فيديو قادم إن شاء الله شكرا لكم